موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من غناة عدن الفضائية نستهلها بالعنوين موسيقى محافظ شبوة الحارثي يؤدي اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية موسيقى رئيس الجمهورية يتسلم وراق اعتماد سفراء استراليا والمكسيك والتشيك موسيقى مقتل عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية في ميدي وتعز وشبوة موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل تلقى فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إليستر بيرت وجرى خلال الاتصال تناول جملة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وجهود السلام الممكنة والمتاحة وأشهد فخامة الرئيس في هذا الصدد بجهود المملكة المتحدة التي دعمت ووقفت مع الشعب اليمني منذ عملية التحول التي شهدتها البلد وكان لها دورا إيجابيا ومميزا في دعم الحوار الوطني ومخرجاته التي مثلت نقطة ضوء استطاع اليمن يونى صنعه وصياغته لبناء واقعهم ومستقبل اليمن الاتحاد الجديد وجدد فخامة الرئيس حرصه الدائم على السلام انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا رغم أعمال وممارسات الإنقلابيين على الأرض والتي لا تشير البتة إلى جنوحهم للسلام وأفعالهم التي تنسف مرجعيات السلام وتوافق الشعب اليمني والقرارات الأممية ذات الصلة ومنها القرار الـ 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ونوه فخامة الرئيس إلى ما يعانيه شعبنا اليمني جراء مترتبات الحرب الإنقلابية لتلك الميليشيات التي استنزفت مقدرات البلد وألحقت تداعيات كبيرة بالاقتصاد الوطني وتداعيتها على معيشة المواطن وقدد فخامة الرئيس شكره وتقديره للمملكة المتحدة وللوزير إليستر بيرت على مساعيه وجهوده الحميدة لمصلحة اليمن والسلام بصورة عامة من جانبه عبر الوزير البريطاني عن سروره وامتنانه للجهود التي يبدلها فخامة الرئيس لمصلحة شعبه وتحقيق أمنه واستغراره والتي تتجسد اليوم من خلال وجود الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن ووقوفها على احتياجات شعبها وتطبيع الحياة بصورة عامة وأشار إلى حرص المملكة المتحدة على إحلال السلام باليمن الذي يستحقه الشعب اليمني وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلاة وفي مقدمتها القرار 22-16 معبرا عن ثنائه لمجمل الجهود التي يبدلها فخامة الرئيس في ظل واقع صعب ومعقد يستدعي تدفر الإمكانات والجهود للوصول إلى ما يستحقه الشعب اليمني في السلام والعيش الكريم وقال إن المملكة المتحدة ستظل حريصة مع المجتمع الدولي لما يخدم اليمن وأمنه واستقراره بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برغية عزاء وموسائل خلدون محمد باكحيل وإخوانه في وفاة والدهم الشخصية الوطنية والأكاديمية محمد باكحيل وأشار فخامته إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته القيادية والمهنية كخبير ومحاسب اقتصادي في مختلف المواقع التي شغلها وتولى إدارتها في مختلف القطاعات وكان من الكفاءات المميزة خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء والمثابرة وعبر فخامة الرئيس عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ودويه الصبر والسلوان أدى علي بن راشد الحارثي اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة شبوة وعقب أداء اليمين وجه فخامة الرئيس المحافظ بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة النفط لاستئناف عودة الشركات النفطية وتأمين نشاطها وقال فخامته إن المناصب تكليف وليس تشريف خاصة في هذه الطروف الصعبة التي يعيشها اليمن ومن منطلق المهام التي تقع على عاتق الجميع تتطلب جهودا ميدانية مضاعفة مع كل الخيرين والقوى الحية للانتصال لإرادة الإنسان اليمني في العدالة والمساواة والعيش الكريم في ظل اليمن الاتحاد الجديد وأكد على أهمية تعجيز اليقظة الأمنية لمجابهة القوى الإنقلابية والإرهابية وأدواتها وأدرعها المختلفة وعبر المحافظ عن سروره بنيله ثقة فخامته وأكدا على بذل كل الجهود والإمكانات للارتقاء بأوضاع المحافظة مع كل شرفاء ومنفذا ومترجيما لتوجيهات فخامة الرئيس حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي بوزير تسلم فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم أوراق اعتمادي كل من سفير استراليا غير المقيم لدى اليمن رالف بيتر تينج وسفير المكسيك غير المقيم الفريدو ميراندا وسفير تشيك غير المقيم جيني سالفيك وعقب تسلم أوراق الاعتماد التقى فخامة الرئيس بالسفراء كل على حدة مرحبا بهم وموجها بتسهيل مهامهم الدبلماسية لدى اليمن مستعرضا العلاقات المميزة التي تربط اليمن بكل من استراليا والمكسيك والشيك والمبنية على الاحترام والتنسيق والتعاون المشترك بما من شأنه خدمة مصالحنا المشتركة ووضع فخامة الرئيس السفراء أمام مجمل التطورات التي تشهدها اليمن وتداعيات الحرب الانقلابية للحوثي وصالح وآثارها على الشعب اليمني على مختلف المستويات واستهداف الدول الجوار من قبل تلك العصابات المالقة التي تؤدي أدوارا مشبوهة وقال إن الشعب اليمني يتطلع إلى السلام الذي يستحقه والمبني على مرجعياته المحددة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 ومن جانبهم عبر السفراء عن سرورهم بتقديم أوراق اعتمادهم وتمثيلهم لبلدانهم لدى اليمن مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهودهم لتعزيز العلاقات المشتركة لبلدانهم مع اليمن والدعم والتنسيق في المحافل الدولية والتي تستدعي الظروف الراهنة مزيدا من الدعم والمساندة بأوجهها وأشكالها المختلفة متمنين الإجاز من قبل فخامة الرئيس حول أوضاع اليمن بما يسهل من مهامهم بصورة أدق وحضر المراسم واللقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ومدير مكتب رأسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد محفوظ استقبل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركلوف والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك واستعرض نائب الرئيس جرائم الميليشيا الإنقلابية وما ترتكبه من انتهاكات بحق المدنيين وما تتسبب به من معاناة لليمنيين بشكل شبه يومي وبطريقة تتفق مع ما تمارسه بقية الجماعات الإرهابية من جرائم مرفوضة وجدد التأكيد على أن شرعية متمسكة بالمرقعيات الثلاثة وخيار السلام القائم على إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب وبعد ذلك في عادة الإعمار بدعم الأشقائي والأصدقاء وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي أجمع عليها اليمنيون ومن أهمها إقرار مسودة الدستور الجديد وابناء اليمن الاتحادي والمكون من ستة أقاليم ونوه الفريق محسن بحرص الحكومة على تسهيل وصول الإغاثات والمساعدات الإنسانية إلى كل مناطق اليمن بالتنسيغ مع المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في هذا المجال معبرا عن تقديره لجهود المملكة المتحدة الدعمة لليمن في شتى المجالات ومن جانبه أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن واستعدادها تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين ودعم جهود الإغاثة وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر باعتماد 250 مليون ريال شهريا لشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء بمحافظة المهرة وأمداد المحافظة بالسيولة النقدية الكافية جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة المواقعة عدن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويد ورئيس الغرفة التجارية خودا محمد ومدير مؤسسة ركن الصناعة لتنظيم المؤتمرات عبدالله الحمامي واستمع رئيس الوزراء من وكيل المحافظة إلى تقرير حول الإنجازات التي تحققت وخاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والطرقات والأمل وغيرها من المشاريع التي وجهت الحكومة بتنفيذها في المهرة وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الارتغاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل وتخفيف معاناة المواطنين في جميع المحافظات المحررة مشيرا إلى أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة تغضي بدعم المشاريع الخدمية في جميع المحافظات المحررة دون استثناء تسلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي مذكرة من الحكومة الأمريكية بشأن الإجراءات المطلوبة للتعاون بين البلدين لمراجعة قرار منع سفر حامل الجوازات اليمنية من دخول الولايات المتحدة جاء ذلك خلال استقبال الصغير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر والذي أكد خلاله المخلافي على أهمية التخفيف من معاناة اليمنيين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد السفير الأمريكي ضرورة التنسيق مع الحكومة اليمنية لتيسير سفر اليمنيين إلى الولايات المتحدة وخاصة رجال الأعمال والطلاب وأقارب المواطنين الأمريكيين من أصول يمنية لافتا إلى حرص بلاده على مساعدة اليمنيين وتعزيز العلاقة الثنائية والتعاون في هذا المجال لإنجاز محمة المراجعة بالتواصل الثنائي خلال أغسر وقت في إطار المدة التي تسبق تجديد القرار التقى وزير الإعلام معمر الإرياني بالقاهرة نائب رئيس الاتحاد الصحفيين العرب حاتم زكريا ومعه محمد صابرين والدكتور محمد السيد عضوي المكتب التنفيذي وذلك بحضور سفير اليمن لدى مصر دكتور محمد علي مارم وخلال اللغاء اطلع الإرياني نائب رئيس الاتحاد العربي على مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية وتطورات المشهد اليمني وما مرت به المرحلة الانتقالية خلال الفترة الماضية وكيف تم الانقلاب على الشرعية وأشار إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وذلك سعيا للوصول إلى السلام العادل والدائم والذي يحافظ على اليمن ويستعيد الدولة ويعمل في ذات الوقت على مكافحة الإرهابي والتطرف واستعرض اللقاء واقع الصحافة والإعلام في اليمن وما يتعرض له الصحفيين والإعلاميين من انتهاكات واعتقالات تعصفية وترهيب وقتل من قبل الانقلابيين الحوثيين متطرقا للتقارير التي رصدت حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الإنقلابية بحق الإعلاميين والصحفيين المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها ولفت الإرياني إلى حجم مأساة المختطفين والمخفيين قسريا في سجون الميليشيا الإنقلابية والمحاكمات غير الشرعية التي تتم لهم أكد وزير الأوقاف والإرشاد رئيس بعثة الحج اليمنية دكتور أحمد عطية أن إجراءات موسم الحج للعام الجاري تسير على ما يرام وأن أول فوج للحجاج اليمنيين سيصل الأراضي المقدسة منتصف للقعدة وأوضح عطية أنه تم الانتهاء من إدخال بيانات الحجاج في المسار الإلكتروني وسيتم منح التأشيرات للحجاج اليمنيين خلال الأيام القادمة ونوها بالتسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية عقد بيديوان وزارة الأشقال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة وزير الأشقال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك سعيد وبحضور يوكلاء الوزارة حسين عوض العقربي وعلي عامر ووكلاء محافظة عدن لمناقشة الأوضاع المتعلقة بمشاريع الإعمار والمشاريع الخدمية وعملية التنسيق والتعاون بين وزارة الأشقال العامة ومكاتبها في المديريات من جهة وبين السلطة المحلية في العاصمة عدن وخرج الاجتماع بالاتفاق على عقد لغاء موسع برئاسة وزير الأشقال العامة ومحافظة عدن ومدراء عموم الأشقال والمديريات ومكاتب الأشقال في مديريات عدن وذلك لمناقشة التنسيق فيما بين الوزارة ومكاتبها والمديريات لتنفيذ مختلف المشاريع التي تحتاجها العاصمة المعقة عدن في جميع المجالات ناقش وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبط الله شريم مع قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدا كيفية النهوض بأداء المؤسسة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطرق اللقاء إلى الغضايا الفنية والإدارية والصعوبات التي تواجه المؤسسة وكيفية معالجة الإشكاليات وإصلاح الوضع المؤسسي بما يساهم في خدمة المواطنين في المحافظة أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا بمديرية صبر الموادن بعد معارك ضارية مع مليشيا المخلوع والحوثي الإنقلابية خلفت صغوط عشرات القتلى والقرحة في صفوف المتمردين الحوثيين ونقلت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني سيطرت على تلال الصالحين والمشهوث وتلة حبور بالكامل وعدد من المواقع الأخرى جاء ذلك بالتزامن مع هجوم عنيف على مواقع المليشيا الإنقلابية بالقرب من وادي الخلل بعزلة الغروض بمديرية المسراخة وتمكنت من السيطرة على تلة العصق كما استعادت قوات الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة والدخيرة خلال المعارك من جانب آخر تجددت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الإنقلابية في الساحل الغربي ومحيط معسكر خالد غرب محافظة تعز وأحكمت قوات الشرعية سيطرتها على البواقع التي تقدمت فيها بمنطقة السيار في مديرية الصلو وقال مصدر العسكري في الجيش الوطني أن قوات الجيش عثرت على مخزر السلاح كدسته المليشيا الحوثية وصالح الإنقلابية في منطقة السيار إلى ذلك كشفت مصادر في المنقاومة عن قيام مليشيا الحوثي بتلغيم خزان مياه في عزلة الهاملي قبل طردها منه مشيرة إلى قيام فرقة نزع الألغام التابعة للجيش الوطني باكتشاف حقل الألغام الممتد إلى أطراف الوادي لقي ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم وقرح العشرات منهم في محور البواقع بمحافظة صعدة وقال مصدر في قيادة محور صعدة أن قوات الجيش قاتلت ثلاثة مسلحين من المليشيا الإنقلابية في محور البواقع أثناء تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولة هجوم نفذتها المليشيا حيث تمكن الجيش الوطني من إحباط محاولة تقدم عناصر المليشيا على شمال سوق البواقع ملحقين بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة وجاءت هذه العملية بالتزامن مع غصف جوي لقوات التحالف العربي استهدفت خطوط الإمداد الخلفية للمليشيا والتي ساهمت في إحداث حالة من الإرباكي في صفوفهم قتل ستة من مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وقرح العشرات في عملية عسكرية لأبطال الجيش الوطني في ميدي بمحافظة حجه وذكر المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة أن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوما مباغتا على مواقع الإنقلابيين فجر اليوم أسفر عن مقتل ستة منهم وقرح العشرات واستعادت عدد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم وأضاف المصدر أن المليشيا الإنقلابية فرت من مواقعها وسط عمليات نوعية لأبطال الجيش الوطني قتل وجرح عدد من مسلح مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بغارتين لمقاتلات التحالف العربي على تجمعات لهم في جبل جندلة غرب مديرية عسيلان بمحافظة شبوة حسب ما ذكر مصدر عسكري وكما أكد المصدر أن أبطال اللواء ستة وعشرين مشاه وكتيبة الحزم أحبطوا محاولة تسلل لعناصر المليشيا في جبهة الساق غرب عسيلان عقب اشتباكات عنيفة كبدو فيها الإنقلابيين خسائر في الأرواح والمعدات ذكرت مصادر إعلامية في صنعاء أن خلافات نشبت بين الحوثيين وصالح بسبب قيام الحوثيين المسيطرين على وزارة الدفاع في حكومة الإنقلاب بتسريح آلاف من الضباط والقنود فيما كان يعرف بالحرس الجمهوري وممن لا يزالوا ولأهم لصالح من المناصب التي كانوا يشغلونها في وزارة الدفاع إضافة إلى تحويل الحوثيين حرم جامعة صنعاء والجامعات الحكومية في مناطق سيطرتهم إلى ساحات اعتفال بما سموه أسبوع الصرخة بطريقة استفزازية للموالين للمخلوع صالح التقى محافظ عدن عبد العز المفلحي مشائخ وعيان من يافع في لقاء في العاصمة الموقتة عدن تطرق اللقاء إلى مناقشة آخر المستجدات والغضايا المتعلقة بحادثة استشهاد عبد الله سال بن نقيب مدير فرع البنك الأهلي بالمنصورة وأكد محافظ عدن إدانة المجتمع ككل مثل هذه الأعمال القدرة التي تريد النيلة من استقرارنا وسلامنا من استقرارنا وسلامنا الاجتماعي في عدن كما أكد أن الغضاء والشرطة والأمن لن يدخل جهدا على الإطلاق في القبض على من تبقى من المجرمين وتقديمهم للعدالة والغضاء بشكل عاجل ونقل المحافظ تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لأبناء يافع وثنائه على مواقفهم الكبيرة في الحرب الأخيرة ضد القوى الإنقلابية للحوثي والمخلوع صالح التقل لواء الركن فرق بن سالمين البحسني محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية هو وكيل المحافظة لشؤول الوادي والصحراء والوكلاء المساعدين وفي الاجتماع استمع المحافظة للوكلاء وعرض مشكلات وهموم المواطنين في مدريات الوادي والصحراء متمنا جهودهم المستمرة رغم شحة الإمكانيات في هذه الظروف الصعبة الذي يمر به الوطن داعيا المواطنين للتعاون مع السلطات المحلية وأشار الوكيل عصام الكتيري والوكلاء المساعدين إلى بعض الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها مدريات الوادي والصحراء وخصف في الجانب الأمني والخدمات موضحين أن تساع الرقعة الجغرافية وتباعد المناطق في الوادي كان عائقا كبيرا أمام الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى شحة الإمكانيات التي تمتلكها وأكد اللواء البحسني على اهتمامه بمدريات الوادي والصحراء وتحسين الخدمات فيها داعيا إلى عقد اجتماع خاص بالوكلاء المساعدين في الوادي ومدراء عموم الدوائر الحكومية لوضع خطة متكاملة لحل جميع الإشكاليات في الوادي والصحراء بشكل عام وقع الواردوك الفرق بن سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية مع المدير العام للشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة اتفاقية منحه أو منحة وقرض تمويل إعادة تأهيل طريق عقبة عبدالله غريبة بكلفة بلغت اربعمائة وثلاثين أو اربعمائة وثلاثة وثمانين مليون واربعمائة وثلاثة وثمانون الف ريال يمني ونصت الاتفاقية على الشروع في تنفيذ هذا المشروع وفق التصاميم والدراسات المعدة مسبغا من طريق اختيار مسار آخر الاستمرار حركة السير أثناء تنفيذه وأشهد محافظة حضر موت من الشركة وإدارتها ممثلة بالشيخ عبدالله أحمد بغشان على دعمها لهذا المشروع الحيوي والذي سيحد من حوادث السير وسيخفف من معاناة المسافرين ويقلل المخاطر حاثا الشركة على الشروع في تنفيذ فور التوقيع موجها السلطات المحلية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركة لإنجاح هذا المشروع في أسرع وقت ممكن ناقش اجتماع برئاسة وكيل أول محافظة حضر موت عمرو بن حبريش العلي المقترحات الخاصة بتصفية حوض ميناء الشحر السمكي من ترسبات الأتربة لضمان استمرارية نشاطه وجعله قادرا على استقبال القوارب السمكية والتجارية لتخفيف الضغط على الميناء الرئيسي في المكلة كما كلف الاجتماع مؤسسة الموانئ بوضع دراسة لمشروع تصفية حوض الميناء تتضمن المواصفات الفنية ورفع خلاصات نهائية وأعداد وثيقة المناقصة والتأهيل الفني للعروض المقدمة من المقابلين واستعرض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء الشحر السمكي الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالكويت وحث هيئة المصائد البحرية والمختصين على المتابعة الجادة مع الصندوق الكويتي بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الحيوي لأهميته البالغة في خدمة المنطقة والنشاط السمكي اطلع وكيل محافظة عدن دكتور رشاد شاع وغسان زامكي على حجم الأضرار التي لحقت بمبنى المجمع الحكومي في مديرية خور مكسر وأكد الوكيل الزامكي اهتمام سلطة المحلية بالمحافظة بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال الاستعدادات لبدء تنفيذ مشروع عادة بناء المجمع الحكومي كونه يمثل واجهة عدن كما عقد اجتماعا بمبنى مديرية خور مكسر شارك فيه وكيل وزارة الثقافة وردة سعيد ومدير مديرية خور مكسر عوض مشبح ناقش للقاء أهمية الارتقاء بالثقافة والجوانب الثقافية من خلال إقامة مشاريع تخدم الثقافة في المديرية تضمنه إقامة مراكزا للمسارح المفتوحة أو المقلغة بعد ذلك قام الوكالة بتفقد شير استكمال أعمال الترميمات للدور السادس من مبنى ديوان محافظة عدن واطلعوا على نسبة الإنجاز للمشروع الذي بلغ ثمانين بالمئة وحث الوكيل شائع العاملين على سرعة الإنجاز لأعمال التأهيل باعتباره المغرر الدائم للمحافظ وبعض الدور التابعة له التقى وكيل محافظة أبيان عبد العزيز الحمزة ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة وسكان علي حنشل بمدير مديرية جنكبار غسان شيخ ومدير الصحة بالمديرية عبد القادر باجميل وناقش اللقاء الاستعدادات لمكافحة وباء الكوليرا والحد من انتشاره على مستوى المحافظة كما استمع الوكيل لتقرير عن حالات الإسهال المائية الحدة وطرق معلقتها فيما استعرض مدير جنكبار الجهود المبذولة في كل القطاعات للتصدي للكوليرا والحد من انتشارها من جانبه أشار مدير الصحة بزنكبار لإجمال الحالات المصابة التي وصلت للمشفى والبالغ عددها 731 حالة كما بلغ عدد الوفيات أربع حالات منوها بالجهود التي تبذل وبوتيرة عالية لمكافحة الوباء والحد من انتشاره حضر اللقاء مدير عام الإعلام ياسر بعزب ومدير الأشقال المهندس خالد الحميقاني تستكمل أعمال تأثيث المجمع الغضائي في العاصمة الموقتة عدن بالأدوات المكتبية وشملت أغسام المجمع الغضائي والمحكمة العليا بدعم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعدن نتابع في إطار زيارة التفقدية للمجمع القضائي بالعاصمة الموقتة عدن اطلع المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية بعدن الأستاذ سامي السعيدي على سير أعمال التأثيث التي تنفذها المؤسسة الاقتصادية السعيد طاف أقسام المجمع القضائي الذي يحوي مكاتب وزارة العدل بمختلف أقسامه الزيارة تتأتي في إطار اهتمامات المؤسسة الاقتصادية عدن بسرعة إنجاز أعمال التأثيث التي شملت عدد من المؤسسات الحكومية الزيارة تتأتي في إطار اهتمامات المؤسسة الاقتصادية عدن بسرعة إنجاز أعمال التأثيث التي شملت عدد من المؤسسات الحكومية السعيدي أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمامات المؤسسة الاقتصادية عدن بسرعة إنجاز أعمال التأثيث التي شملت عدد من المؤسسات الحكومية منها مبنى مجمع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة العملية المشتركة وإدارة قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وعدد المعسكرات مشيرا إلى أنه سيتم تأثيف الكلية العسكرية ومعهد الشهيد علي ناصر هادي لتأهيل الضباط الثلية سابقا في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي الذي يولي اهتماما كبيرا للسعادة المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية بالعاصمة عدن رافقه في زيارة مدير عام المعرض التجاري التابع للمؤسسة الاقتصادية عدن الأستاذ موسى القاضي لقناة عدن الفضائية وضح شليل عدن أقيمت بمديرية موديا بمحافظة أبيان دورة تدريبية لمثقف صحة المجتمع ضمن فعاليات مشروع الاستجابة الطارئة والمتكاملة لمكافحة وباء الكوليرا بين المجتمعات المتضررة ويشارك في الدورة عشرون متطوعة من مختلف مناطق المديرية وتهدف الدورة إلى التعرف على وباء الكوليرا وأعراضه وكيفية الوقاية منه وعملية مكافحة هذا الوباء نظم في منطقة عمران الساحلية بمديرية البريقاء محافظة عدن مهرجانا فنيا ترفيهيا لأطفال المنطقة نفذه فريق المساحات الصديقة للطفل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع جمعية الساحل التنموية عمران وفي المهرجان أكد مدير البريقاء هاني محمد اليزيد على أهمية المساحات الصديقة وما تقدمه من دعم نفسي للأطفال خاصة لمنطقة عمران والتي عانت من ويلات الحرب الأخيرة بفعل احتلالها من قبل مليشي الحوثي وصالح وإعادة البسمة على شفاه أطفال المنطقة وإدخال البهجة والسرور إليها انتهت النشرة تذكيرون بالعناوين محافظ شبوة الحارثي يؤدي اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية تسلم وراغ اعتماد سفراء أستراليا والمكسيك والشيك مقتل عدد من عناصر الميليشي الإنقلابية في ميدي وتعز وشبوة مشاهدين الكرام وصلنا نحن وإياكم إلى اختام نشرتنا لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير موسيقى